وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قررت اعتبار الموظف غير الملقح ضد بيروس كورونا موظفا غائبا وبدون راتب المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد قال ان اللجنة قررت ايضا عدم السماح بمراجعة المواطنين الوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة بالمراجعين والتجمعات البشرية الكبيرة دون وجود ما يثبت خلوه من مرض او تلاقيه جرعات اللقاح مؤكدا ان الوزرات والجهاد غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ستتحمل مسئولية تطبيق هذه الاجراءات